ابدأ النهاردة كابتن حسام البادري المدير الفني لمنتخب مصر خلاص اعلن قيمة منتخبنا اللي هتخوض مبارتي كينيا وجزر القمر يومي الـ 25 و 29 من الشهر الجاري هقول لحضراتكم دلوقتي الاسماء اللي اعلنها الكابتن حسام البادري بعض الناس قالت في ناس كانت تستحق الوجود في قائمة المنتخب وفي ناس موجودة ما كانتش المفترض اللي هي تكون موجودة في قائمة المنتخب لكن القرار الاول والقرار الاخير للكابتن حسام البادري انه هو المسؤول الاول كمسؤولية كاملة عن منتخبنا القوم قيمة المنتخب النهاردة حراسة المرمى محمد الشيناو من النادي الاهلي محمود عبد الرحيم جنش من نادي الزمالك محمد بسام من طلاع الجيش وعمر عامر من نادي سيراميكا كيلو باترا في خط الدفاع اختار محمد هاني من الاهلي عمر جابن من بيرامدز ايمان اشرف الاهلي احمد ابو الفتوح الزمالك احمد حجازي اتحاد جدة محمود حمد الوينش الزمالك علي جابر بيرامدز ياسر ابراهيم الاهلي احمد ايمان منصور من نادي بيرامدز في خط الوسط اختار كابتن حسام محمد انني العرسنال عمر السلية وحمد فتحي من الاهلي طريح حمد من الزمالك محمد صلاحنج من الكبير طبعا ليفر بول محمود حسن تريزيجي محمد فاروق من بيرامدز واحمد سيد زيزو من الزمالك اسلام عيسى من بيرامدز ومصف محمد من سموحة محمد مجد عفشة من النادي الاهلي في خط الهجوم اختار كابتن حسام مصف محمد من جلتا سراي التركي طبعا نجم الزمالك السابق حسام حسن سموحة احمد ياسر ريان من نادي سيراميكا كيلب باترا ومحمد شريف من النادي الاهلي المعسكر بتاع المنتخب حيبدأ الاحد المقبل ان شاء الله حيضوا تدريباته بالقائرة لغاية صفروا على متن طائرة خاصة يوم 23 من الشهر الجاري ونتمنى بإذن الله التوفيق لمنتخب مصر الاول قيادة في النادي زي ما احنا شايفين كابتن حسام كابتن حمد ايوب كابتن سيد معاوض كابتن حمد براكات وكل النجوم الموجودين بنتمنى التوفيق ان شاء الله وكابتن طرم الصفة طبعا نجمنا الكبير بنتمنى التوفيق للجميع طبعا حرجع بعد شوية اتكلم عن الاسماء اللي دخلت المنتخب النهاردة من عدد من العندية لكن في نفس الاطار كابتن شوئي غريب هو الاخر طبعا عندنا الاولمبياد اولمبياد توكيو الصيف القادم بمشاعة الله بعد طبعا ما تم تعجيلها بسبب ازمة كورونا الصيف الماضي كابتن شوئي وكمان ضم 23 لعب لقيمة المنتخب وده قيمة مبدعية وقيمة اولية يعني شاهدت القيمة وجود عدة وجوه جديدة كان على رأسها سنائي غزل المحلة احمد الندري وعبدو يحيب جانب انضمام احمد عبدالقادر جناح سموحة واسامة فيصل مهاجم الزمالك القيمة جاد في حراس المرمة محمد صبح من الاتحاد عمر ردوان اسوان محمود جاد امبي عمر صلاح سموحة مصطفى شبير من النادي الاهلي في خط دفاع احمد رفضان بيكم الاهلي اسامة جلال بيرامدز محمود مرعي ودي دجلة محمد عبدالمنعم سموحة عبدالغاني محمد الاتحاد محمود الجزار الجونة كريم فؤاد نادي امبي احمد عيد الزمالك احمد هاني طلاعي الجيش وحسن علي من المصر في خط الوسط عربي بدري من الجونة اكرم توفيق من الاهلي عمر حمدي من الاتحاد امام عشور الزمالك محمود نبيل من سراميكا كيلو باترا يوسف الجهري من المقولين احمد سعيد من ودي دجلة احمد النادري غز المحلة براهيم عاد البرامدز طاهر محمد طهر الاهلي فوز الحنو والاتحاد واحمد عبدالقادر سموحة في خط الهجوم عبدو يحيى من غز المحلة اسامة فيصل من الزمالك فادي فريد من البنك الاهلي صلاح محصي من الاهلي وناصر منسي من طلاعي الجيش دي قيمة منتخبنا الولمبي اللي بنتمنى له التوفيق ان شاء الله مع قيادة فنية لواحد من خبراء كرة القناة في مصر كابتن شوئ غريب كلنا فاكرين في كاس العالم لشباب مركز ثالث وكابتن شوئ واحد من الاسماء في عالم التدريب لنت تصرق فيها جدا 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 وان شاء الله منتخبنا ده حيبقاله شكل كبير جدا في اولمبياد توكيو وده اللي احنا بنتمنى طبعا